خب بالك مش عارفت حلقة خلاص بس كرة راحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة ثالثة من حلقات تحليل النقاط بين برضو اللعب فان واللعب هونج اللي هما اتنين صينيين منتخب الصين وعايز اقول لكم الماتش ده من الماتشات اللي انا كنت مستمتع بها جدا 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 طبعا رجلتلكم والنتيجة اتنين واحد اللي فان في اللي جيم وستة اربعة ليه في الجيم اه زي ما احنا شايفين وقفة استعداد اللاعب واقف يعتبر واخد نص التربيزة اه لان هو بيبقى ميال شوية ان هو يستقبل زي ما انا شفته في الفيديوهات اللي قبل كده ان هو بيبقى حابب يستقبل بالباك هند عشان يعملها فلك كده او يضربها بالباك هند اه دي بعض الملحظات اللي انا كنت واقع بالي منها علشان كده بقول كل لاعب يقف في واقفة استعداد اه اللي بيرتاح فيها واللي بيحس ان هو ممكن يهاجم بيه اكتر ويدرب نفسه عليها لكن طبعا الوقفة الصحيحة اللي هي يعتبر النسبة تسعين في المية من بداية التعليم بتكون هيا دي او المية في المية كمان ان انت بتروح يمة الباك هند بتاعك شوية ويعتبر مضربك بعد خط النص يمة الباك مفيش بخمس سنتي عشرة سنتي بالكتير كي انك واخد الطاولة كلها فور هند لكن لما بيكون اللاعب ميال ان هو يضرب باك هند خلاص هو بعد كده بيحس ان هو محتاج يروح في نص الترابيسة شوية ويستقبل بالباك هند اه نشوف بقى مع بعض كده الفيديو دوت وبرضه ما تنساش لو في اي حاجة في المونتاج او اي حاجة لازم تبلغني في الكومنتات علشان خاطر نحاول نطور من بعض هو انا بستقبل اي نصيحة مش بتكبر عليها اه لاني انا باستفادوا حضراتكم بتستفادوا وما تنساش بقى الاشتراك والدعم والشير عشان خاطر الكل يستفاد يلا نبتدي مع بعض فنلاعب سيرف بص اول حاجة ان هو استقبل باك هند خبالك فنلاعب السيرف التاني قلبه بالروحة راح التاني يدلعباله في النص راح لعبه في النص تاني علاس ان هو كان التاني ظن ان هو يلعباله على باك هند او الفرهند بص هو استقبل الاستقبل تلع دعيف شوية باك هند خبالك المضرب فتح منه تلعب برا لازم يكون قافل مضرب وقافل صدره عالكرة اللي زي دي ادي فنستقبل زي اوه لا دي جامدة جدا دي بص فن كان متوقع ان اللاعب هيشوت سبين بس متوقع كمان اكتر ان هو يضربه على الباك هند هناك فكان مستعد يضربه سبين بسبين اللاعب درب سبين حلو جدا ولكن كان بطيق شوية فادى فرصة لفان ان هو يقدر يلف ويدربه خبالك سبين استريك قوي جدا بص التاني كان متوقع كمان هيضربه كروس حلوة دي من فان جدا قطع التاني دخل قلب راح مداله اقصى الباك هند هناك ده اللي احنا بنقول عليه ليه اقلف باعمل كده وانا عندي الفور هند كويس او ان انا اقدر اريح نفس شوية بص هو ارهق نفس وده فرصة لفان ان هو يداله على الباك هند ادي البونت ده برضو اه سبين باك هند التاني اقفل لعبها له حلوة جدا ان ضغطها جدا على فان فان قطع شايل سبين عكروس بعدين حطه له ستريت ستريت اه التاني كان متوقع فان كان متوقع ان هي هجيله على الفور هند بص خبالك زق بص ريجريفين عدل نفسه حلو كان هو خلاص هيئ نفسه ان هو ممكن يضربه بالفور هند بص بص هو هيئ نفسه ان هو يضرب بفور هند لكن الاسف ادي انا على الباك هند اللعب سيرف عادي التاني حاب ان هو يطولك ان متوقع ان فان هيخش يزق لكن الاسف تلاقيك منه برا خط منها تخطيب برضو بعض اعارف ان ممكن اللعب يكون متوقع ان الزقة طويلة او قصيرة او كلام من ده سبينه قوي جدا على فكرة كروس كان قوي جدا سيرف كان قصير شي بان هو بس كان ممكن تدرب على فكرة سبينه في النص او هتحرك وراح درب سبينه كروس هناك بعدين باك هند ستريت لو كانت جات من فان دي كانت تبقى صعب على اللعب اللي هو هونج ده بص كرة دي كانت تدرب بص دهاله تاني بص هو ادهاله يعني سبينه بسبينه فكان صعب شوية كرة حطها هناك بس هو فتح سيدرو فان فتح سيدرو في الكرة بتاعت الباك هند اللي كان عايز يحتفى كروس هناك بص فتحت منه اللعب بص بيرهك نفسه ان هو يلف بدي ويلعبها لازم تكون قوية ومؤسيرة جدا بص ضرب هاله راح حطه له بص فين يعتبر على عدلة اللي هي الصعبة اللي هي عند منطقة الكوع اللي احنا بنقول نص التربيزة مش نص التربيزة الخط اللي هو بتاع الكوع اللي عب بيبقى ولا هو عارف يلعب فراهند ولا يعرف بك هند فلزالك بصه فان حطه له بص حطه له فين خلاص كده شكرا خلاه فقط توازنه سبين استريت قوي جدا ولكن فتح المضرب قوي اللعب لعب سير فوسير استريت كرة استريت كويسة بس كان لو كانت جاد ما كانش عارف يجبها طبعا بصوا فان زا كاتم ده اهو عايز يضغط على طول استريت بس اهو المضرب فتح منه قوي اهو الكرة دي يا جماعة كروس جمل جدا بص فان فسكوا استريت بعدين كروس صايد هناك سبين في الصايد هناك صعب جدا اللعب هو شالها اللعب فتح ريجليز زيادة لزا مش عارف اتحرك بص خد بالك مش عارف اتحرك خلاص بص الكرة راحة فين صعبة جدا اللي ولا تضغط ضغطة جامدة ونجي بصراحة ما شاء الله اه الكرة سندة يعتبر فين بص هيدهارو في اكسر الكروس هناك لأ وبالك هو بيبقى وقت حاسس ان الكرة اللي في النوس صعبة على فكرة الكرة اللي في النوس دي تبقى صعبة جدا اجميعا بص ده هتعرف فين بص هو فان المشكلة ان هو نط هو بيكتب الكرة دي سريعة ما شاء الله سبن بسبن ايه الجمال ده يا جماعة فيه ايه اه كان نفسي صراحة البنتي طاول اكتر من كده قلب الكرة سبن بسبن سبن بسبن يعتبر باكهان سنت باكهان تحرك سبن باكهان بعدين بص لف وزته ازاي ورمى بعدين باكهاند بس الباكهاند دي كانت مفروض تطلع لفوه شوية لزالك كل ما تبعد لازم مضربك يفتح لفوه شوية هو اللعب ده متمكن او في ان هو يلعب من بره بس المشكلة برضو اللعب سريع من جوه ده يخسر وينج ده يخسر يعني كل ما لاقي بيبعد ورا يخسر كرة جميلة جميلة ايه ده بص بص يا جماعة بصوا السرعة والاداء جميل بصوا الكرة الصايد دي بص خب بالك دي بقى اللي احنا بنقول عليه بص هو راح يستقبل بقى في دي لو نلاحز يعتبر بريستو بس هو اللي رمى بيه الكرة اللي ضعت قبل كده في الفيديو الاولين علشان رمى بكوعه ورمى بريستو بص بص رمى بريستو فين في الصايد كل ما تكون عايز كرة فيها استخدم ريستيدك ما تستخدمش قوتك ولا قوعك محتاج قوة اعمل بكتفة قوستك ورقلك وكل حاجة حدش يقولك حاجة ابدا بص قلب الكرة عستريد درب كروس استريد استريد تاني كروس سبين بسبين سبين استريد جميل جدا التاني كان متوقع ان هو العباله كروس عشان كده احنا دايما نقول للعب ما ترجعش كتير وما تتوقعش ان اللعب يلعبه فين لاني بص هو راح توقع ان هو يلعبه اللي هناك كروس فمش هيلحق خلص بص اه لعباله اه سوري شفت فان عملها ازاي الكرة دي اللعب صرف حلو قوي قصير بس هو فتح سدره جدا لازم تتلعب بره قوت بص فتح سدره قوت طبعا احنا بنحاول نشرح الحاجات ديت علشان خاطر اللي عبيتنا تستفاد وانا صراحة مستمتع بالموضوع ده جدا 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 وطبعا اتمنى ان انا فعلا بكون بفكه واكون مش مؤثر معاكو في حاجة زي كده اه واتمنى برضو لو في اي ملحوزة اي حاجة انا هستقبلها يعني في حاجة في المنتاج زي ما انا قلت قبل كده بس انا محتاج دعموكو شوية جماعة بس في الاشتراك والانضمام للقناة بجانب اللايك والكومنت انا قلت بسلب او ايجابي انا هستقبل وحب ان انا اسمع منكم عشان خاطر احاول اوصل معاكم اه لنتيجة طيبة وبرضو لو وقت الفيديو طويل او حاجة برضو بلغوني ما فيش مشكلة خالص نحاول ان احنا نختصر حتى لو نحلل نقطتين اتنين بس ما نحاول يعني ما نحللش اكتر من كده عشان الفيديو لو هي دايق حد اه مهم جدا ان احنا اه نحاول نتعلم من الغير ونشوف في الغير ده ايه مشكلته بس في حاجات كده لو تعلمناها مع بعض تفري جامج جدا 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 بالاخص للدول العربية واتمنى اللعيبة ما تبقاش متكبرة واتمنى اللعيبة ان هي تكون متيعة على المدربين وما يزنش ان هو وصل لابعت حد انا نفس ان انتو تكونوا احسن ناس في العالم والله وانا بحاول ان انا احط ده علشان خاطر اه نفس اشوف كده لعيبة في كل مكان في العالم اه عرب اه محترفين او اه او بيحاول نتائج كويسة جدا او نتائج عالية في الاولمبيات او البطولات العالم طبعا ده حلمي نفسي اشوفه و اه ونفسي اعيش فيه بس نقول يا رب ان شاء الله كلنا ومحدش يكسر ما ديه فحد بس احنا بنقول ان احنا عندنا لعيبة كويسة لو اللعيبة دي اهتمت بدنيا والاتحادات بتاعتها هيئتهم نفسيا وهيئتهم بدنيا ومعسكرات اه كتير والكلام ده كله هيفرق جامد فنتمنى ان شاء الله ان يكون على الحدث القريب اللي احنا بنقوله دوت ونشوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة